لو أنا قدام أي قرار صعب في حياتي ببتدي أستقبل إزاي أفكر إزاي بزهنة صافي وما ندمش على قرار أنا باخده إزاي أخد القرار يعني الأتموسفير أو الطريقة إن أنا أفكر إزاي صح عشان أخد قرار صح طيب خلينا نبقى عارفين كويس قوي إن كل القرارات الصعبة اللي بنعدي بيها في حياتنا هي دي أول مرحلة أو بداية مراحل نجاحي يعني إيه بداية مراحل نجاحي يعني القرار لما بتحط فيه بيبقى صعب وما أعرفش أقول أو أخد أو أعرف أنا هعمل إيه أعرف كويس قوي إن في وقتها دي خطوة لبداية حاجة دي لبداية حاجة دي علشان كده الناس اللي طابقوا قدام قرار وتبقى مترددة مش عارفة تعمل فيه إيه ستأكد تماماً إن القرار ده هكون سبب في نقلتهم بس لو ما تراجعوش فيه لو ما تراجعوش فعلاً هو فعلاً القرارات الصعبة دي بتبقى صعبة جداً صعبة جداً وعشان كده إحنا عمرنا ما هننجح ما هي الواحد البني أدم لا بيبني نجاح ولا بيبني مستقبل ولا بيبني حياة بغير ما يعدي ببطاقة الصعبة فمهم قوي نحن نبقى عارفين ومركزين إن كل ما لايه نفسنا داخلين على منعطب صعب آخرت المنعطب الصعب ده هلاقيه هو ده الطريق المستقيم اللي إحنا محتاجين نمشي عليه إلا هيوصلنا اللي إحنا عايزينه صح جداً 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 بشكرك جداً استستامر شلبي خميري كلمية البشرية شكراً جداً يا استستامر وانت طيب يا رب وانت طيب شكراً